معنا مجموعة تعليقات من الناس سواء المعروفين أو قائلة الرأي ومن الناس العادية يعني الأستاذ خالد بيوم المعلق والناقد الرياضي كتب بيقول يكفينا فخر أنكم قتلتم حتى النهاية أنتم أبطال وحتى العالم المغربي ده خالد بيوم محمد هينيدي الفنان محمد هينيدي بيقول صنعوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله وديتوا كل الوطن العربي وكل إفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة فخرين بيكم ولسه في قصص كتيرة جاية هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم ده ميدو الكابتن ميدو كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر بيقول أناحي ده لعيب أو يا جماعة أناحي لاعب خط وسط لفريق المغرب ولعيب أوي فعلا خلي بالك دي شارة ميدو يعني ده لعيب برضو فعلا ميدو فلما يقول على أناحي لعيب كبير في عندنا في حد كتب بيقول المغرب رفعت سخف طموحنا لدرجة أننا زعلانين أننا خسرانة من فرنسا في نصف نهاية المونديال أو والله فعلا أخيال جال يوم علينا وإيه الناس بتبكي إن احنا خرجنا قدام فرنسا بطلت العالم في النسخة الأخيرة وإحنا بدنا نعف النص النهائي فجال يوم على أي حال ليس هناك نجاح أو فشل انتصار أو هزيمة بل شيء اسمه الواجم وأنا قمت به قدر استطاعته ده صحيح ده الحقيقة في حد تاني يا جماعة فيه تعليقات تانية بيقول لي مصطفى ما عرفش بقى أي تعليقات تانية لكن فيه يا جماعة قلتها مبارح إن النصر والهزيمة في الحياة شيئا كاذبا النصر إن لم تحسن استغلاله بينقلب لهزيمة والهزيمة إذا حاولت إنك تتغلب عليها ممكن أهوها تنقلب لنصر قادي دي دي درقبة بيقول كأفريقي سعيد أن أرى منتخب يصل إلى هذا الدور أنا أدعم المغرب لكن سيكون الأمر صعبا لأن لدي العديد من الأصدقاء في فرنسا ده درقبة ميدو كان بيكلم على أناحي كان عندنا تعليقات لناس كتير برضو في أبو تريكا كابتن محمد أبو تريكا كتب بيقول الجمهور المغربي اللي موجود بعيط عشان ما وصلش النهاية كاس العالم شفتوا الفخر والشرف ما فيش حد بخل فيهم انتوا وحدتوا العرب وفتحتوا باب الامل ده حقيقي حقيقي جدا عايز اقول لكم ان انا مع الاستاذ اسعد طه ان دي مش كاس عالم دي معركة ثقافية معركة حضرية معركة جابة الماضي للحاضر مننا ومنهم ومن كل الناس معركة حتى فنية في فنيات كرة القدم وهو ده اللي انا قلته فاول يوم في فتح كاس العالم القصة مش اتناشا اتنين وعشرين واحد بيجروا ركورة القصة بتستدعي رموس كتير جدا بتستدعي ثقافات بتستدعي قصص تانية كتير جدا كرة القدم او كاس العالم تحديدا كاس العالم هذا المونديال اسعد طه الاعلام الكبير بيقول هذا مونديال السياسة والثقافة والحضارة والافكار ثم الرياضة ده اللي انا قلت من اول يوم من اول يوم انا وزمائلي بنقول لكم القصة مش اتنين وعشرين واحد بيجروا ركورة هذا مونديال السياسة والثقافة والحضارة والافكار ثم الرياضة آخر حاجة فقط آخر حاجة للرياضة أنا عايز أقول لك أن في ناس النهاردة ملهاش شكورة خالص أنا أعرف أنا بكلمك عن حاجة عرفها ومع ذلك اتفقوا مع بعض يحضروا مات شكورة عند مين في ستات النهاردة ملهاش يعني في ستات ما تعرفش مين بيلعب مع مين بس بتحضر بتحضر في ستات عمرأة ما شافت مات شكورة بس بيحضروا يعني النهاردة حضروا المعركة القصة مش قصة كورة ولا قصة مين جاب إيه القصة قصة ناس حبت تقف قدام الأمل ومش بيصدقها إن احنا قدام أمل كبير جدا ناس عرب جنبنا في بلد جنبنا عرب زينا وصلين إلى مستوى إنهم يلعبوا الحقيقة آآ أفضل فريق في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر